يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام ما إن يتردد اسم خليفة حفتر حتى تتبادر إلى الأذهان صورتان الأولى العسكري الأسير المهزوم والثانية هي الإنقلابي وهو يعيد كرته الإنقلابية غير أنه هذه المرة ينقلب وهو يتجرع هزيمة على أسوار طرابلس التي حاول غزوها قبل أكثر من عام حفتر الذي ظهر في مشهد أقرب للكرتوني ليعلن إلغاء بقايا سلطة في يد عقيلة وعبدالله الثني يرى حفتر نفسه أعلى منها وليس بحاجة إليها في الشرق وأخرى تملك الشرعية وليعترف الدولي في طرابلس فسره البعض بأنه محاولة من حفتر لإعادة صياغة موقعه السياسي بعد فشل محاولاته الدموية للسيطرة على العاصمة هرب حفتر من هزيمته في غرب ليبيا إلى الأمام بإعلان انقلابه الجديد يصعب فهمه بعيدا عن تخطيط داعمي حفتر الإقليميين وعلى رأسهم مصر والإمارات فالمتابع لسلوك محمد بن زايد في دعمه للفوضى والانقلابات على الحكومات الشرعية في المنطقة لا يستبعد تدبير انقلاب حفتر في الإمارات ليكون خطة بديلة ترتكز على مزيد من العنف والحرب عبر رفع مستويات الدعم العسكري لحفتر أو لتهيئة مناطق نفوذه لطلب الحكم الذاتي كما فعلت في جنوب اليمن مؤخرا مخططات بن زايد والسيس الانقلابية في ليبيا ستواجه معطيات عديدة على أبرزها وجود ليبيا في المجال الحيوي الأوروبي وطبيعة التعاون التركي مع حكومة الوفاق الشرعية في طرابلس غير أنه من الصعب في نفس الوقت الجزم بمواقف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه محاولات الإمارات ومصر خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي وواشنطن لم يظهر ارتياحا واضحا تجاه دور أنقر المتصاعد في ليبيا من جهة أو من تزايد تأثير روسيا في تطورات الأحداث على الأرض هي محاولة جديدة من حفتر وداعمه لفرض وقائع وأحداث تغطي على هزيمته في عدوانه على طرابلس غير أن الحكم على مآلات هذا الانقلاب لا تزال بكرة ومرتبطة بخطوات حكومة الوفاق العسكرية والسياسية القادمة اشتركوا في القناة